السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في هذا البرنامج الذي يرصد لكم المواضيع التي تفاعل معها جمهور الجمهورية الخمس المملكة الزرقاء فيسبوك وتويتر واليوتوب والأستغرام إضافة إلى التيك توك البداية من باريس حيث سيصطف 300 حرك غداً الاثنين أمام قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكغو وهذا قبل أيام قليلة من اليوم المخصص لتكريم الحركة سنوياً والمصادف لتاريخ الخامس والعشرين سبتمبر من كل سنة وينوي ماكرون كتابة فصل جديد مع هذه الفئة التي خانت الجزائر إبان الثورة التحريرية لصالح فرنسا وهنا ذكرت صحيفة لوفيقارو أن الرئيس الفرنسي يرى أنه بعد 60 سنة من الضروري اتخاذ خطوة جديدة في الاعتراف بفشل الجمهورية الفرنسية في التعامل مع الحركة قال إن تاريخ الحركة هو تاريخ الفرنسيين وعلينا أن نؤسس لفصل جديد الخطوة يراها معارض الرئيس جزءاً من حملة ماكرون الانتخابية المسبقة توضع في إطار سياسة إحياء ذكرى ذأب عليها إمانويل ماكرون منذ بداية ولايته وهنا تفاعل الجزائريون بطريقتهم مع الخبر حيث كتب باسم تعليقاً قال فيه أعجبتني فكرة حفل التكريم المهم أصدقائي مثل ما جرت العادة نحتاج الفيديوهات نحتاج الصور نريد معرفة كل واحد حذر وأين يسكن وما هو اسمه على الأقل هكذا نستطيع إحصائهم عمور جبيلي شارك برأيه وعلق قائلاً الذي باع دينه ووطنه يظل محتقراً عند أهله أو محتقراً عند أهله وعند أسياده نبيل سعدوي طلب في تعليقه قائلاً سيعملون معروف لو أنهم ينشروا القائمة الإسمية والمنطقة التي ينحدرنا منها ونختم بقصف حميد محمد حيث قال الخائن يبقى خائن حتى ولو قدمت له ما لقارون سأل هتلر من أحقر الناس لديك فقال أحقر الناس بالنسبة لي أولئك الذين ساعدوني في احتلال أوطانهم هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الرئيس الفرنسيستي الجزائريين فقد سبق له في سنة 2018 تكريم ستة وعشرين حركي ومنحا ستة منهم رطبة فارس في جوقة الشرف للدولة الفرنسية واعتباراً من الخامس والعشرين سبتمبر 2001 أصبح هذا اليوم يوماً وطنياً لتكريم الحركة في فرنسا حيث أعلنت الدولة تدابيراً لصالحهم منها تخصيص 40 مليون يورو على أربع سنوات لمساعدة الحركة من الجيل الثاني الذين لا يزالون يواجهون صعوبات اجتماعية في الإدماج اشتركوا في القناة